حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ومباركاً عليه كما ينبغي لأسمائه الحسنى وصفاته العلا ووحدانيته أحمده تبارك وتعالى حمداً خالداً مع خلوده لا منتهى له دون علمه ولا منتهى له دون مشيئته وأشهد أن لا إله إلا الله لتحصيل الخير وتحري سبله كي يكون من عباد الله المؤمنين الذين يستحقون الجنة فأنت دائماً في صراع بين طلب الجنة وبين البعد عن النار بين السعي وراء الحق وبين الفرار من طلب الشيطان لك ليدخلك النار وبناء عليه فأنت دائماً مشغول بقضية الذنوب والمعاصم لكن ملهيات الحياة في هذه الأيام جعلت من بعض الأفكار مريضة لدرجة أن الناس يظنوا أن الجزاء على الأعمال لا يكون إلا في الأخيرة الجزاء بوجه عام سواء الجنة أو النار يظنوا أو الخير أو الشر يظنوا أن هذا لا يكون إلا بعد يوم القيامة هذا صح من جانب من جانب أنك تجاز الجنة قولاً واحداً أو هو يجاز النار قولاً واحداً إنما الأماء والإخوة كان نوعها في الجنة بالإجابة والجنة بالسبب يجاز عليها عبد في الدنيا كما يجاز عليها في الأخيرة قد يجاز عليها في الدنيا كما يجاز عليها في الآخرة ربنا سبحانه وتعالى في سورة النحل يقول من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى بشرط وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فالله سبحانه وتعالى ذكر هنا أنه يجازي على العمل الصالح في الحياة الدنيا فقال فلنحيينه حياة طيبة الله يتقبل العمل الصالح مع الإيمان بشرط الإيمان ويجازي عليه الحياة الطيبة في الدنيا يعني وأنا ذكرت لكم مراراً كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما كان سجيناً فقال لتلميذه نحن في نعمة لو عالمها الملوك لجال دون عليها بالسيوف نعمة الرضا نعمة أن الإنسان يكون منشرح الصدر أنه يكون في الحق وفي سبيل الحق مهما كان الأمر سواء في جهاد في إقامة الحق أو في عقوبة من أهل الشر جراء أنه كان من أهل الحق فهذه النعمة يستشعرها العبد المؤمن مع انشراح صدره وكذلك في القرآن الكريم وما أصابكم من مصيبة في الجنب المقابل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم قال ويعفو عن كثير إذن الإنسان في الدنيا أمام الذنوب هو إما مجازى على ما فعل من ذنوب ومعاصي بمصائب أو أنه أمام عفو من الله سبحانه وتعالى وهذا العفو له مؤهلات يعني ممكن نتكلم عليه فيما بعد مؤهلات العفو الأشياء التي تؤهل العبد أن ينال من عفو الله سبحانه عنه في الدنيا وقال في سورة النحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله ما قالش كفرت بالله قال فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون والتعبير رهيب يا إخوة فأذاقها الله لباس الجوع فجعل الجوع والخوف لباس شبه به الله تبارك وتعالى لماذا؟ يعني هي هذه القرية المضرب بها المثل كانت آمنة مطمئنة لا يزعجها ضيق أو خوف يعني أظن حد من الجران ممكن يخبط علينا يقول لنا وطسدكم حتى يشهد العالم يبقى حد من المسلمين ما استعبط ما احترام لي يبقى يقول لكم ما حدش يقوله ما ليش مكان ليس له مكان يعني حتى ماذا أقول خلونا في الموضوع أنا دائما أحس بإحساس أن فيه مسلمين أسلموا النهاردة الصبح ما عارفوش عن شعار الإسلام حاجة فما تزعلوش مني الله يصلح لنا وإياكم الحال لعل له عزر إن شاء الله بل نتكلم عن الآية وضرب الله مثلا قرية يعني ضرب لنا مثل يعني بيعطينا نموزج الله سبحانه وتعالى أهل قرية هذه القرية وأهلها كانوا لا يشتكون من ولا يزعجهم ضيق معيشي أو خوف على أي مقدر من مقدرات الحياة أو أي خوف أي نوع من أنواع الخوف فحصل منها أمر استوجب عكس ما كانوا عليه من نعم حصل منها الكفر ولكن الكفر هنا مش بالله ليس بالله كفرت بأنعم الله فيه كفر بالله وكفر بأنعم الله الكفر بالله هو الشرك به أو إنكر وجوده سبحانه وتعالى وعدم الاعتراف بالكون إلى قضية الإلحاد المعروفة طيب أو الشرك أن يعبد الله أربعة خمسة يعني في تكريه كده يعني يبدأ من اتنين فصاعدا مرورا بالثلاثة إلى فما فوق وأهل مكة كانوا يشركوا شرك مليش حل كانوا يعملين في الكعبة 365 صنع طيب هذا الشرك مكانش موجود في هؤلاء بمعنى أن الأمة يمكن أن يتكرر فيها هذا الأمة الموحدة يمكن أن يتكرر فيها مثال هذه القرية مثال عقوبة هذه القرية لأن الله عز وجل انتزع منهم أهم نعمتين فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف رفع عنها الأمن بشقيها أمن غذائي وأمن على الحياة أمن استقرار نفسي نوع من الاستقرار النفسي ارتفعوا فأذاقها الله لباس وسمه لباس ما قالش فأذاقها الله الجوع لا قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون طيب لماذا قال لباس لماذا شبه باللباس بالملابس لاجتمال الملابس على الجسد فكأن أجسادهم كلها الخوف ممكن يكون في القلب لا ده مش في القلب ده من اخمص القدم إلى شعر الرأس والجوع ممكن يكون في البطن لا ليس في البطن ده شيء يشعر به كل الجسد ده معناه أنه هم استهلكوا تماما لم يعد فيهم حتى من مخزون الطعام اللي هو الشحوم أو الأشياء التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في جسم الإنسان مخزون يستهلك منها ساعة ما يفقد الطعام فأذاقها الله لباس الجوع اجتمال اجتمال العذاب والمهانة وعدم الأمن والخوف للجسم كله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الكلام ده فايدته الكلام ده فايدته أنك أنت تترقب تترقب يعني أو تراقب نفسك قبل أن تترقب المصائب نتيجة أعمالك نتيجة ذنوبك نتيجة معصيك كذلك لما تفعل طعاة ليس منًا على الله سبحانه وتعالى ولكن من نوع من أنوان الفائل الحسن أن تترقب الخير يأتيك نتيجة أنك أنت فعلت خير وسعت في الخير حتى لو أن ظاهر ما يأتيك كان شر اعلم أن كله خير من الله سبحانه وتعالى ولكن تجد أيضاً أن هناك عقوبات كما فيها عقوبات فردية عقوبات جماعية ربنا يقول وكم قصمنا من قرية كانت ظلمة وكم قصمنا سورة الأنبياء من قرية كانت ظلمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين ويتكلم عن قرية وما أصابكم بميم الجمع من مصيبة فبما كسبت أيديكم بميم الجمع أيضاً يعني معناها أن الأمم على مستوى أفرادها وشعوبها تجازى على أعمالها خيراً فخير وشرراً فشر فالفرد الفرد إذا عمل خيراً كان جزائه خير وإن عمل شراً كان جزائه شرف في الآخرة لا في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا وفي الآخرة وكذلك الجماعة العقل الجمع للأمة الآن فيه عصيان فيه أوثان فيه كفر بأنعم الله خلاص إحنا ابتعدنا عن قضية تكفير المسلم إحنا بتتكلم على كفر بالنعمة عدم شكرها ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الشكر والكفر يعني ولله على الناس يحجوا البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر طب اللي محجش كفر كان واحد جاعدين قدامي كفر الآن خدت بلا بالطريقة يقصد يعني هل كل محجش كافر كفر ملة يخرجه من الملة لا المقصود جحود جحود النعمة إنه عنده قدرة صحية عنده قدرة مالية ومآخر يعني هو الحج تمان كان فيه مفهوم يعني بدأ يتحلحل عند الأمة عند شباب الأمة إن الحج المين الكبار السن فتجد كل اللي يروحوا الحج مسندين واثنين واحد عن يمين وواحد عن يسار نتيجة نتيجة نفهم إنه محجش لما يعني يوقن أن بقاءه للعام القادم أمر محال من ناحية من ناحية الهيكلية هيكله خلاص القفص لم يعد يحفظ العصفور جواه العلمال في الفساد وما أكثر القصص التي أنتم يعني أدمغتكم عامرة بها أكثر مني من أن الناس كانوا يجيبوا الأموال يعني وأنفقوها أول مرة جيت ألمانيا لجيت قالوا لي على واحد جه قضى أسبوع بس في فرانكفورت عمل إيه صار في خمسة مليون يورو في أسبوع خمسة مليون يورو وأنفقها في أبواب يعني ما أنزل الله بها من سلطان قلت خمسة مليون يورو بخمس مراكز إسلامية فعلا أحسن مركز إسلامي يكلفك مليون يورو لو حبيت تعمل مركزي بأمور تقدم أبناء المسلمين كبارا وصغارا بناتا وذكورا نساء ورجالا حتى الدول الغربية لما تتكلم عن الإرهاب والإسلاموفوبيا والكلام ده كله مفيش واحد يقبض عليه في مصيبة ويكون أصلا كان متردد على جامع ولا ابن من متردد الرائد رواد المساجد اللي هم بيسمعوا ويتعلموا دينه أبدا بحلم الأحوال لم يحدث هذا فقلت كم فات المسلمين من خير في أسبوع قضاه واحد انتهى انتهى بخيره وشره وبقي عليه بخيره وشره أيضا خمسة مليون يورو ها دي كفر نعمة دي ده كفر نعمة ان الواحد يبقى معاه الماء وش سبحان الله طب احنا كان عندنا يعني عجائز فضليات ومشايخ أصحاب صلاة وأصحاب عبادة وزكر إيه اللي خل الأمور دي تحصل والنجد موجودة يا أخي ما هو ده الحديث أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبس يا أمة ينزل البلاء عيازا بالله عام ينزل البلاء عام عقوبة جمعية رهيبة تقع على شعب بأكمله وانتم لو عملت تحبيت تعمل اسقاط على بلدك سهل ما فيش واحد مننا ينجو من هذه المسألة إلا أن يكون واحد يعني مسلم أوروبي ولا غربي بس إنما بلاد المسلمين قاطبة المصائب نزلت عليها إلا تكون هاي الأيام فمن قبل تصد العدوان فاحتلت فاحتلت البلاد 80 سنة والبخارة ما عملش حادي البخارة عايز يتنفس لو نفست صحيح البخارة لو نفست القرآن الكريم خلاص انتهى الكلام ما فيه كنت تبنصرته بالرعب بمسيرة شهر مش قبل أنت ما تتحرك على عدو العدو مرعوب منك إنما هو اللي يتحرك عليك ويزحف وأنا بتكلم بكافة الخطاب لأن ده إحنا كلنا مصابين بهذه على أي حال يعني ربنا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه فائد التقوى يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافيه ومن يتوكل على الله بأسباب التوكل كاملة وليس التوكل فهو حسبه إن الله بالغ أمره واحد يقول كيف طيب كيف يحصل نجاح انهي الخطبة للعبيديين والكفار دول واخطب وخل خطبة الجمعة تبها للعباسيين أبناء بيت الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم العبيديين بصفهم ونزل يقول أبو شامة فلم ينتطح فيها كبشان فخطب المصريين تاني جمعة مباشرة كلهم بأمر مصلاح الدين للخليفة العباسة وانتهى الكلام دعو كانت مسألة رمزية مجرد الدعاء للخليفة مسألة رمزية في السياسة الشرعية القديمة كانت تدل على انتماء البلد أولائها للخلافة أو خرجها عنها فالله عز وجل إذا أراد شيئا هيئ له الأسباب ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أهبالغ ديها هي التهياء اللي بيعمل بالغ أمره بطريقة تذهل عقل العاقل وحلم الحليم عن أبي قتاد هذا عن أبي قتاد وأبي الدهماء رضي الله عنهما قال أتينا على رجل من أهل البدية فقال حتى هو مبهم لكنه مبهم لكنه في ردبة تجعل أنه هو ثقة لأنه من ردبة الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أتينا على رجل من أهل البدية فقال البدوي أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني فجعل يعلمني مما علمه الله تبارك وتعالى وقال إنك الرسول جل البدو الصحاب البدو هذا الذي اسمه غير معروف قال إنك لن تدع شيئا اتقاء الله جل وعز إلا أعطاك الله خيرا منه إنك لن تدع شيئا اتقاء الله جل وعز إلا أبدلك الله خيرا منه فإن تركت معصية أبدلك الله سبحانه وتعالى خيرا منها وفي الحديث أيضا إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد ولا يرد القدر إلا بالدعاء ولا يرد القدر إلا بالدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر رواه الإمام أحمد معنى هي إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه وفي عند الطبران انتهى إلى هذا الحد ابن حبان قال يعني يكدر عليه يكدر عليه صفاء العيش فيحرم الرزق واحد يبقى عنده أطيب الطعام ولكن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بشيء بسيط كده في معادته يحرمه من هذا الطيب واحد يكون عنده كذلك أطيب الطعام يرزق ابنكد بينه بين أولاده بين زوجته ويحرم على نفسه أنه يصيب من هذا الطعام حتى لو أكل منه لا يتلزز به ولا يتمتع فيكدر عليه صفو المعيشة وصفو الفكر ومسألة أنه لا يرد القدر إلا الدعاء أو لا يرد القدر إلا بالدعاء يعني أن دوام المرأة على الدعاء يطيب له ورود القداء هذا كلام من أهل العلم ما حبوش على فكرة تعرف ليه ما حبوش يقول لك لا يطيب له موارد القدر المصائب تأتي له فيرضى بها إلا بالدعاء لا احمل الأمر على ظاهره خليك ظاهر يا عم خليك تبع لداود وابن حزب ومش تمرد ولا يحصل لك حاجة بالعكس هتكسب وربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول أنا عند ظن عبدي بي أنا عند ظن عبدي بي ظن بالله ما تشاء سيأتيك بالخير إن شاء الله ولكن على سبيل العزة والكرامة يعني ما تفعلش السوء وتظن بالله أثناء فعل السوء أنه يغفر لك ده نوع من الاستهتار والاستهزاء فكأنه لما يكثر من الدعاء يطيب الله سبحانه وتعالى له القضاء فكأنه رده لكل تحسه بآلم والبر يطيب العيش حتى كأنه يزاد في عمره بطيب عيشه وقل تعذر ذلك في الأحوال العامة ده كلام ابن حبان تعليقا على هذا الحديث لو حملت على كلام ابن حبان براحتك لو حملت على ظاهره أفضل وأجود فالذنوب والمعاصي أيها الإخوة من أعظم أبواب البلاء في الدنيا قبل الأخيرة في الدنيا قبل الأخيرة وقد يكون ما أصابك من مصائب بسبب ذنب أتيته قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس قال يذيقهم بعض الذي عملوا انتقاما منهم لا لعلهم يرجعون لعل بعض المصائب تنزل بالإنسان تحمله على التوبة النصوح فهذا الذي أفعله الله بنا ويأخذ بأيدينا إليه أو يجرنا إليه بالسلاسل في بعض الأحيان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليها كل ما تسمعون استغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى 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 سيكون لديه أجل أن يجب أن يكون لديه أجل ويجب أن يكون لديه أجل أجل أن الله يجب أن يحوظه وأنه يحوظه ويساعد الله الله سياره رعيال يحصل على سائل شكل من الممكن الله سياره رؤية كل حالة ماس سياره يصبح أكبرyr كلاسيا رحية لترجم تضيع بعض الأخير من أكثر من أجل من أجل نظيم Wer eine Sünde begeht, gilt als Hindernis für Allahs Gnade. Es steht im Hadith, im Ausspruch des Propheten, den Menschen wird die Gabe Allahs wegen seinen Sünden verwehrt. Und nur das Gute, die nächste Liebe, verlängert das Leben der Menschen. Die Sünde beeinflusst den Menschen negativ. Die Sünde stört die Reinheit eines Menschen. Die Güte dagegen erleichtert ein angenehmes Leben. Sünden verursachen das größte Leiden diesseits in diesem Leben und aber auch jenseits am Gerichtstag. Und vielleicht ist das Unglück, Vielleicht ist das Unglück, worunter du leidest, lieber Bruder, wegen Sünden, die du begangen hast. Nur durch die Reue, durch die Bitte um Vergebung, wird das Leiden der Erde und des Himmels mit der Erlaubnis Allahs aufgehoben. Das Leiden tritt nur durch unsere Sünden auf und ohne Reue wird kein Leiden aufgehoben. الحمد لله, رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا وآله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. في جلسة الاستراحة أثناء الترجمة تفكرت في مسألة إيه الفرق بين إسلام نحن وإسلام الصحابة رضي الله عنهم الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد اتولاد في كفر وعبوه أمه كفري ومجتمع واثني وكمان مش واثني بس وبادوي يعني تحط فوق الواثنية البدا وما احنا عايشين في وسط ناس يعني كثير منهم يلحدون لكن عندهم نوع من الحضارة في المعاملة يشعرك بأنه درس القرآن كله وما شعر على خط مستقيم طيب الفرق أن الصحابة رضي الله عنهم البدو اللي هم لم يتلقوا أي ثقافة حتى ما يعرف القراءة ولا الكتابة كانوا يسلموا مش بكلمة هو الإعلان الإسلام بكلمة لكن يسلموا وفهمين إن الإسلام ده نظام حياة إنما إحنا فهمين إن الإسلام كلمة ورسناها طالما أبويا كان بيقولها أنا بقولها وانتهى الأمر وبعد كده أفعل ليه ما بدا ليه لا الأمر مختلف جدا 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 واللي عايز يكون صحابي وهو في القرن الخمس عشر الهجري أقصد في درجة الصحابة هو مش ينفع اللي عايز يكون في درجة الصحابة يأخذ الإسلام مشلوح حياة بس وانتهي وتنتهي المسائل كلها والأمور ويبقى واحد زيه زي أبو بكر في الصدقية وزي عمر رضي الله عنه وأرضاه وزي عثمان وعلي والله أكلمكم بصدق ده ما هو السر أبو بكر في القرآن الكريم في اتباعه للقرآن وسر عمر في نفس المسألة وعمر ما كانش حفيز زيكم كده في واحد منكم تلاقي ممكن لو واحد منكم أرد من اليوم لن يأتي عليه مثل هذا اليوم في العام القادم إلا هو حفظ القرآن أحسن من أي شيخ لو أراد إنما سيدنا عمر ما كانش كده سيدنا عمر ماته هو كل اللي عنده في القرآن ما استظهرهم ثمانية أجزاء وعشرة بالكثير أيوة طب درجته إيه العلمية درجته العلمية أعلى من الصحابة بعد أبو بكر درجته العلمية وهو حافظتها من أجزاء أيوه القضية مش في الاستظهار القضية في العمل والتطبيق إنما كورونا مر عليها الإجراءات الاحترازية لكورونا يعني أوشكت إنها تتم لنا عام وحتى الآن يجي لك الواحد دون كمامة ودون سجادة ودون جورب ودون تسجيل في الجمعة ويقول لك عايزة صلي وأنت لا مش هتصلي إيه رأيك وأنا شيخ الجامع وأنا مسؤول عن كلامي مش هتصلي واللي هيمنعك مأجور مش مأزور والوزر عليك أنت عليه هو واحده اللي هو ما عملش أي أسباب لم يأخذ بأي سبب وجاي يحط ذنب على رأس واحد منظم كل واحد جاعد على رقم فيكم خدت بالك اللي يجي خبط وإنت ليك معا تعال فيه هذا الكلام إن اعتبر بعض الناس جارح لكن هو حقيقة لازم تواجهوا نفسكم بيها وتربوا روحكم عليها أنت عمرك ما بتروح مصلحة الأجانب بتأخر دقيقة عن موعد عمرك ما بتروح أي مكتب أو أي مؤسسة أو أي مصلحة عندك معاها موعد متأخر عنها دقيقة إنما ميل النظام ده الطلب اللي بيحفظ القرآن يجو لي بعد ساعة من الموعد وعايزنا تلقاه بالترحاب وقعد معاه طب أنا عندي برنامج بعده عندي برنامج إن أنا أقعد كده مغمض عني مش شايف حد لحد شايفني وخلصنا بس بمرتاع ده حقي كإنسان فالنظام يا إخوة هو الإسلام وإذا شلته ما يبقىش إسلام يبقى فوضى والفوضى يرفضها القاصي والدان بث البلاد سمعت على الصحابة أسلموا وإحنا عايشين وسط البلاد دينا قربنا نكمل خمسين سنة أو أكثر من الستنات المسلمين في هذه البلاد بأعداد وفيرة ومع هذا الناس ملت مننا وملت من عشتنا وملت من وجودنا وازدادوا مننا بعدا وقل ما تجد مسلم أسلم على إيد عربي للأسف قل ما تجد أوروبي أسلم على إيد واحد عربي يعني كان سبب إسلامه قلمة موجود ولكن نادر وقليل أسأل الله عز وجل ونحن في هذا البيت العامل من بيوتها أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يكفر عنا سيئتنا وأن يتوفنا مع الأبرار اللهم حين على الإيمان والاستقامة وتوفنا على الإيمان والاستقامة وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وتائل القربان عن الفحشاء والممكر والضبط تعالكم وعلكم تذكرون أذكر الله أذكركم أشكروه على نعا من يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعه أشكروه على نوع مع كبيرا